ده جانب الجانب التاني وعايز اتكلم على كرة السلة كرة السلة في الفترات الاخيرة هي على المستوى المحلي الحمد لله بتحقق كل شيء تكسب دور المرتبط دور المحترفين الكاس كل حاجة في مصر الحمد لله فريق كرة السلة بيكسبها وبيحققها في السنوات الاخيرة ودور كبير جدا لمجلس إدارة النادي الآلي في الطفرة الكبيرة اللي موجودة في النشاط الرياضي مش في الألعاب الجماعية ده ألعاب جماعية وألعاب فردية ولما أتكلم على الألعاب الجماعية مش بأتكلم على البسكت بأتكلم على البسكت وبأتكلم على الفولي وبأتكلم على هندبول كل الألعاب الجماعية في النادي يعني فيه اهتمام كبير جدا مجلس الإدارة بيهتم وعمل أولويات بالنسبة لي فرق الألعاب الجماعية في الفترة الأخيرة لو هتكلم على فريق البسكت بس لا ده أنت عندك كمان فريق الهندبول لسه راجع من الكونغة الديمقراطية محقق إنجاز طيب جدا الفوز بالبطولة الإفريقية عندهم بيستعدوا كمال لكأس العالم في المملكة العربية السعودية فريل باسكيت كان راجع من صنغافورة بالمركز الرابع وراح على قطر بيلعب البطولة العربية مبلح كانت فيه مباراة صعبة جدا جدا مع الاتحاد السكندري لما بتتكلم على كرة السلة ودربي ما بين الأهل والاتحاد بتبقى مباراة صعبة وقوية لكن قدر الأهل يكسب 82-77 عشان يتأهل إلى مرحلة الدور نصف نهاية بقر إن شاء الله ساعة 6 ونصف هتكون مباراة النادي الأهلي مع سلة المغربي والأهل في البطولة على فكرة واجه فرق قوية يعني الأهل اللعب مع بيروت اللبناني وكانت مباراة صعبة جدا بيروت اللبناني كسب 79-70 ولكن المباراة لم تكن مؤثرة على مشاركة الأهل في البطولة الأهل كسب الفتح السعودي بعدها 98-58 وبعد كده كسب الاتحاد السكندري في دوري 8 وبقر عنده مباراة مع سلة المغربي والطريق إن شاء الله هيكون مفتوح للمباراة النهائية اللي بالتأكيد هتتلعب يوم الخميس 12-10 بقر السيمي فاينال الفاينال يوم الخميس نتمنى يا رب بإذن الله نكون جاهزين عشان نلعب المباراة النهائية 6 ونصف زي ما عاد بقره مع سلة المغربي طيب ده جانب فريق كرة السلة لكن في جانب مهم جدا بصراحة بأمانة يعني إحنا لمسنا أثناء كاس العلم للأندية لما كان فريق النادي الآلي بيسافر وعنده مشاركات سواء كاس سوبر إفريقي في قطر أو كاس علم أندية في قطر لكن كمان لما يسافر فريق كرة السلة ويلعب في قطر ونفس الحماس ونفس التشجية ونفس الترتيبات بالتم هنا احنا بنرفع القبعة وبنشكر بالتأكيد ربطة مشجع الآلي في قطر عاملين دور كبير جدا مديين حياة وصورة حلوة في الصلاة المغطاة سواء في ملعب الغرافة وفي كل الملاعب اللي تتلاهب عليها مغرية كأس البطولة العربية لو تبصت كده على الصلة جماهيري النادي الآلي هي اللي صنع الحدث يعني قدامكم على الشاشة هو حتى الفريق لما وصل قطر ولسه داخل فندو الإقامة كان فيه استيبار رائع جدا بالورود في المدرجات شايفين التشجيع والمؤذرة والمسندة قدامكم على الشاشة الصورة يعني أفضل كتير جدا من أي كلام ممكن أقول الصورة معبرة عن الحدث اللي احنا شايفينه في الأيام اللي فاتت في صلة نادي الغرافة حضور جماهيري مش أقل من حوالي 2000-3000 في الصلة المغطاة حتى القنوات النقلة بتبقى حريصة نية بتلتقي بربطة المشجعين وتسألهم على التشجيع والمسندة والمؤذرة أنا شفت ده في كاس العالم وشفت ده في السوبر الإفريقي على مستوى كرة القدم لكن كمال على مستوى البسكت لا شيء رائع جدا بالتأكيد بنحي ربطة مشجع الأهل وبنحي جمالي الأهل في أي مكان على تواجدها ومسندتها لكل الفرق النشاط الرياضي وكل فرق الكرة في النادي الأهل اللي بتسافر وعندها ارتباطات خارجية ولكن